وفي صحيفة القدس العربي أيضاً الرئيس الأوكراني يقول إنه ليس قلقاً بشأن أمنه الشخصي وميدفيديف يحذر من حرب نووية حال هزيمة بلاده في أوكرانيا قال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي أمام المنتدى الاقتصاد العالمي إنه ليس قلقاً بشأن أمنه الشخصي بعد مقتل وزير داخليته في تحطم مروحية في وقت سابق من يوم الأربعاء جاء التصريح خلال جلسة أسئلة وأجوبة بالمنتدى المنعقد في منتجة عدافوس السويسري حضرها الرئيس الأوكراني عبر الإنترنت من جهة أخرى قال الرئيس الروس السابق ديمتري ميدفيديف الخميس إن هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تشعل حرباً نووية في إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها بلاده في أوكرانيا وفي منشور على تيليجرام للتعليق على دعم حلف شمال الأطلسي للجيش الأوكراني كتب ميدفيديف حليف الرئيس الحالي فلادمير بوتين القوة النووية لا تخسر أبداً في الصراعات الكبرى يتوقف عليها مصيرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر